في الحلقات السابقة عملنا مجموعة من الحلقات متكاملة تغطي تماما موضوع الحمل خارج الرحم أسبابه وتشخيصه وكيف أنه مخادع وما هي أعراضه وكيف يتأخر تشخيصه أحيانا وكيف يمكن المبادرة بتشخيص الحالات مبكرا ومفائدة هذا التشخيص المبكر لأن الحمل خارج الرحم كان ويظل واحد من أسباب وفيات السيدات التي يمكن تخفضها إذا تم اكتشاف الحمل خارج الرحم مبكرا وقلنا أن الحمل خارج الرحم موظم الحالات ستحتاج إلى علاج جراحي الحالات التي يمكن اكتشافها مبكرا ويمكن علاجها دوائيا هي حالات قليلة وعرضنا لحضراتكم حلقات مسلسلة عن التأخر في التدخل بالعلاج الجراحي بما انتهى أنه عرض حياة سيدة للخطر واستأصل أنبوبتها والتدخل الجراحي إما أن يكون تدخل بفتح البطن واستقصال الأنبوبة وهو التدخل الأسوأ والأكثر نظرة المفروض الأيام دي وهو الذي يؤدي إلى تخفيض خصوبة السيدة وفرص حدوث الحمل لاحقا إلى جانب المشاكل الأخرى التي يمر به وأن التعامل الجراحي الأمثل في التعامل مع الحمل خارج الرحم هو بالمنزار وجراح المناظير القدير يستطيع أن ينهي حالة حمل خارج الرحم عادية في حوالي تلت النص ساعة من العمل ينقص فيها حياة السيدة وبعد ساعتين تقدر تكون بتتمشى عشان تقترب من أنها تروح بيتهم اشتركوا في القناة